وانتقل مجددا إلى ضيفنا في الستوديو أستاذ سعيد ياسين أمام كل هذه المشهدية إن كانت في مدينة القدس أو حتى في مدينة تل أبيب السؤال وباقتضاب شديد لو سمحت كيف للحكومة ووزراء هذه الحكومة والإتلاف الحكوم اليميني بمجمله أن يبدأ دورة جديدة من الكنيسة الإسرائيلي وجدوى الأعمال الكنيسة الإسرائيلي مع صور من هذا النوع هذه الحكومة في مواجهة هذا الزخم الكبير لهذه المظاهرات يعني لم تترك أمرا واحدا حتى من الأشياء المسلمات في المجتمع اليهودي إلا واستعملتهم ماذا أعني بحديثي؟ لما تحدثوا عن المؤسسة العسكرية على أنها وهي البقرة المقدسة كما قلنا في هذه الدولة لم يتورعوا عن مهاجمات الناس العسكريين وأجهزات وأضرع الأمن المختلفة لما تحدثوا عن الطائفية بين شرقيين وغربيين استعملوها ولعبوا عليها وأعتقد أن المظاهرات كانوا على درجة من الحكمة أن حتى فوتوا عليهم هذه الفرصة إذا أنت بتلاحظ في المظاهرات معظم المتحدثين في مظاهرات الاحتجاج هم من الشرقيين ليفوتوا عليهم هذا الأمر لما وصلوا لقضية الجهاز القضائي نفس الشيء حاولوا يستغلوا أنه عدا عن التوازن اللي بيحتوا عنه بين السلطات الثلاثة التي تشكل النظام الديمقراطي في الدولة هم بدأوا يتحدثوا عن الأشياء الطائفية العرقية لا يوجد هناك وزراء شرقيين حتى العربي ما جابوا سيرته استثنوا لذلك أنا أقول نتنياهو وحكومته هذه في ورطة كبيرة لأن الاحتجاجات أخذت طابع أبعد من معسكر رأي يميني ويساري معسكر محتاج يسعى لبناء والحفاظ على الدولة بالصيغة وثيغة الاستقلال التي أسسها المؤسسون الكبار كما يسمونهم في الدولة وبين الانتقال إلى نظام ديكتاتوري لا يستطيعون أن يواجهوا حتى العالم فيه وفي هذه أزمة نتنياهو الذي يدرك أكثر من الجميع هذه المخاطر بين السياسات العالمية وبين السياسات المحلية في الداخل الإسرائيلي أشكرك جزيل أشكرا ناشرة السياسية الأستاذ سعيد ياسين على مرافقتنا في هذه التغطية للاحتجاجات الإسرائيلية في كل من مدينتي القدس وتل أبيب كذلك الأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر